تحركوني ما هي الآيات؟ لو ما هي الآيات؟ يوسف وقال ربكم ودعوني أستجب لكم هذه آية مشهورة وكذلك الآية التي ذكرها أبو محمد الرشدي وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دع وتدعي ذا دعا نعم أحسنتي نور الهدى أحسنتم أحسنتم الآيات التي يعني أحسنت عصام المفرجة يعني التي تتعلق موضوع الدعاء مباشرة يعني الوعد بإيقابة الدعاء الآي الأولى قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ودعوني أستجب لكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم القابري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا يوسف الحديدي هنا وش نفهم نحن ماذا تفهم يا أبو سليمان حسيني عندما نقرأ الآية وقال ربكم ودعوني أستجب لكم ماذا تفهموا منها ماذا نفهم من هذا الوعد الإلهي يا أبو قعفر لو عمان ماذا نفهم هود أم نار أحمد مع ولي وصفات أمي الروح السامية أم الحارث وسام سعيدة السكيتي أم شوشو زهرة الكون نور هودا ماذا نفهم من هذه الآية لما نسمعها عليها تقول أفهم إجابة الدعاء الله عز وقل يطلب من عباده أن يدعوه أن يدعونه ويطلبوا منه لو عمان سليمان 48 الإجابة عايشة القاسم إجابة الدعاء محمد هاشمي أم نجيب ومضطرة إذا لعاه ريال قابري ربناتنا في الدنيا في الدنيا حسنة وفي الآخر الحسنة وقلنا المهار أبو قعفر نفهم ندعو كل شيء سا الساهش كل شيء سيارة كل شيء سيارة بيت إلى آخره هنا أبو قعفر حسن لمطلوب الدعاء بيطالب مباشر الحسينيين سيد الله كريم الله يمرنا بندعوه أبو محمد الراشد يلتزم بما أمرتكم أستجيب لكم حسن الظن بالله إن الله قريب مجيب تدل على همية الدعاء ليقيم بالله استجيبوا لي وأستجيب لكم نعم هو ألا يظهر ألا يظهر أن هذه الآية قوله تعالى أدعوني أستجيب لكم يعني عاري من القيود ألا يظهر أنها ليس فيها قيد يعني طلب سيارة طلب بيت طلب زوجة يكمل دراسة العليا ترقية الذهاب للعمرة الذهاب للحاج شراء لابتوب اكمل دراسة العليا اعمل تعمل لايك على تعمل لايك سبسكرايب حلقناة الريان بدون قيود أحسنت أحسنت عصام يعني يظهر الآية يا سارة يا عايشة أنها بدون قيود هنا يا عالية نفس هذه الآية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى يا سارة شوف سياق الآية سياق الآية لاقات في سياق مختلف يقول الله سبحانه وتعالى عزيلا مجلطان رجيم في أول صفحة صفحة إن الساعة لآتيت لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون شوها شوية الطاولة مع دراتل ماشي باس تحركت الشاشة إن الساعة لآتيت لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية في سياق ذكر الساعة أم في سياق ذكر متاع الدنيا أجيبوني يا كيكي الأمراني أجيبوني يا سعيد سكيتي أم طارق أم طارق ذكريني في سياق الساعة نعم في سياق الساعة إن الساعة لآتيت لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني في شأن الساعة أم في شأن الدنيا هيا يا نساء الله الهدايا قناة إبراهيم سليماني عصام المفرجي شريف الهاشيمي في شأن الدنيا أم في شأن الساعة أبو الايان أحسنت شأن الساعة نور الهدى نور السكيتي شأن الساعة أبو إبراهيم شأن الساعة عصام المفرجي عليهم طارق أبو قعفر سعو سبعين مهرة يعني الجميع في شأن الساعة سميرة الهناي واليقين مية شأن الساعة إبراهيم الفارسي إذا نتكون الجميع يقول في شأن الساعة طيب هل معنى هذا أنه أنه أننا لا نسأل الله في شأن أمور دنيانا هل هذا يعني أننا لا نسأل الله سبحانه وتعالى في شأن أمور دنيانا لا نسأل في أمور دنيانا ما يعيننا على ميات في الساعة الزواج إكمال الدين استعيلوا على قضاء حوائقكم بحسن الآلة الوظيفة الرزق لكن الغرض ليس هو المكث في الدنيا الغرض ما يعينك على الساعة ما يعينك على العبادة الطيبة مثلا تصلي إمكان في حر ما قادر تركز أم تصلي في إمكان مكيف مثلا مسجد عاستان يجهزوا مسجد ما في تكييف ولا مسجد في تكييف رائع وقصد الصيف الشديد تدخل المسجد وتجد ذلك القو البارد مع رائحة البخور في المسجد تصلي مرتاح وهذك يعني الفرشة المريحة أعينك على الآخرة وبعدين أعيني بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن الذين يستكبرون ما يريدوا ما يهتموا ما يسألوا ما يطلبوا ما يعينهم على العبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فتلاحظوا الآية سبقتها الساعة وبعدها كلمة العبادة إذن الدعاء الأصل يكون لرفض متاع الدنيا والتوسع في متاع الدنيا أم لرفض العبادة أجيبني يا أبا عمر أجيبني يا أحمد معولي يا ريال جابري أين أنت يا أنس أحمد أين أنت يا اليقين من يا أين أنت يا يا good life low man إبراحيم الفارسي نعم إذن العبادة أحسنت يوم يوسف صوافي أحسنت كيكة العمراني أحسنت good life أحسنت أحسنت الهدى لرفض العبادة إذن الأصل الدعاء لرفض العبادة طيب الآن أسألكم أسألكم الآن أجيبني أغلب الناس عندما يدعون هل يدعون وهم يستحضرون الساعة ويستحضرون تقوية ورفض العبادة في حياتهم أم أغلب الناس يدعون بما أعزل عن هذا لا يستحضرون هل أغلب الناس يدعون لتسخير الدنيا نعم أحسنت عصامة المفرقية قل لا للأسف لا طبعا لا إلا من رحم ربي بما أزل عن عن استحضار الساعة واستحضار رفض العبادة هنا لما نأتي إلى أرض الواقع ونسأل الناس ما شخص صوافي وأنت دعوت الله كثيرا فهل لاحظت أغلب دعاك يستقاب أم كثير من دعاك لا يستقاب شكرا